ألم يمكننا شرح لي فيديو جديد وبشرة صارة وعاجل الحكومة تزوف بشرة صارة اليوم زيادة 81 مليار جنيه لتحسين منظومة الأجور والمعاشات بعد أن استمع مجلس النواب خلال الجلسة العامة والتي انعقدت أمس إلى بيان الدكتور محمد معيد وزير المالية بشأن الموازنة العامة 2024-2025 سنعرض عليكم نص البيان المالي للحكومة والذي عرضه وزير المالية أمام مجلس النواب وتضمن استهداف الحكومة تخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين وقد استهدف تنفيذ بعض الإجراءات لتحسين منظومة الأجور والمعاشات من خلال استهداف زيادة فاتورة الأجور بنحو 81 مليار جنيه مقارنة بتقديرات 23-24 وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتستهدف موازنة العام القادم 24-25 باب الأجور وتعويضات العاملين والمعاشات بشكل يحقق زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الدولة والمعاشات من خلال استهداف معدل نمو سنوي للأجور يفوق معدل التدخل مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي أعلى لإجمال الأجر المستحق للعملين بالدولة والعملين بالدرجات الوسطى وقطاع الصحة والتعليم وإعطاء أولوية لأصحاب المعاشات وتكافل وكرامة وزيادة المعاشات بما يكفل تحقيق حياة كريمة لهم وذلك بالعمل على إيجاد الحلول والتي تضمن أو التي تحقق زيادة في الدخول وزيادة في المعاشات زي ما قلنا عشان تحسين أوضاع الموظفين وأصحاب المعاشات والمواطنين بالكامل وده كان خبرنا النهاردة هو خبر قصير بس كان لقينا من واجبنا نحن نقدمه على القناة وحنروح برضو نجيب لكم كل ما هو جديد كل ما هو مفيد بتنسوش تشتركوا في القناة وتبلغوا بيها حبيبكم وأصحابكم واللي بيعزوا عليكم يعني بعتموا مرابط القناة عشان نشتركوا في القناة اضغطوا زر الجرس أو الاختير قول أو كل عشان يصلك كل إشارات ما نقدمه على قناتكم القناة شرح لي اضغطوا زر الجرس دعمونا باللايك والشير كتير عشان فيديو يطفل حركات البحث وعشان غيرك يحصل على الفيديو بسهولة وكون حضرتك السبب ودهه على الخير كفاعله بنشكركم على المتابعة وبنعتزل لكم عن أي إطالة في أي فيديوهات وكان معكم سيد شاكر من قناة شرح لي أشوفكم على خير